بعد قرابة أسبوع من أسوأ احتجاجات تعصف بكزاخستان منذ انهيار الاتحاد السوفيتي الرئيس قاسم جمارت تكايف يطوي هذه الصفحة ويعلن أن حكومته أجهضت محاولة انقلاب واستعادت السيطرة على مقاليد الأمور وأن عملياتها الأمنية تتواصل لملاحقة فلول الجماعات المسلحة التي وصفها بالإرهابية والتي حاولت تقويض الاستقرار الدستوري وتغيير نظام الحكم مجموعة من المسلحين كانت تتحرك لتقويض الاستقرار وتدمير منشآت الحكومة والاستيلاء على السلطة هذه محاولة انقلاب وسنعلن تفاصيلها قريبا قتل 16 من عناصر الأمن وأصيب أكثر من 1300 آخرين وما زلنا نحصل عدد نهائي للضحايا من المدنيين استعادة السلطات لسيطرتها على الوضع لم يكن بالأمر الهي وزارة الداخلية قالت إنها اعتقلت نحو 8000 شخص بينهم مسؤولون أمنيون كبار على رأسهم رئيس لجنة الأمن القومي كريم ماسيموف بتهمة الخيانة العظمى فيما بلغ عدد القتلى 164 شخصا كما تسببت الاحتجاجات في خسائر مادية تقدر بنحو 200 مليون دولار لم تحدد كزاخستان موعدا لخروج قوات السلام التي أرسلتها قوة منظمة معاهدة الأمن الجماعي لحماية المنشآة والمرافق الحيوية والتي قالت إنها بلغت نحو 2030 جنديا و250 قطعة من المعدات العسكرية من جهتها أكدت روسيا على لسان رئيسها فلاديمير بوتين خلال اجتماع لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن قوات حفظ السلام منعت محاولات تقويض الاستقرار في كزاخستان وأنها ستخرج بعد إكمال مهمتها ما شهدناه هو عدوان إرهابي دولي ونحن ندرك أن ما حدث في كزاخستان لا يكون أول ولا آخر محاولة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ولن نسمح لأحد بأن يقوض الاستقرار في بلادنا ولا تطبيق ما يوصف بسيناريوهات الثورة إذن فقد استقرت الأوضاع في كزاخستان لكن تفاصيل ما حدث لم تكتمل بعد فقد أعلن الرئيس الكزاخستاني أن بلاده ستكشف للمجتمع الدولي تفاصيل محاولة الانقلاب وما تملكه من أدلة على مشاركة إرهابيين أجانب في أعمال الشغب التي قالت إنها كانت تستهدف احتلال جنوب البلاد ثم التقدم نحو العاصمة سبأ اسبوع تئرتي عربي